هي هوية من ونة صغيرة كنت حابة الميكوب جداً كنت أعمل على نفس سبعاً في الأول كنتش عارفة يعني أن أنا أعمل لحد لأن كنت صغيرة جداً في السن من أول 14 سنة يعتبر ماذا أنت يسميك صغير؟ أوه بدأت بقى من 5 سنين يعني أبقى لي 5 سنين شغيلة من 5 سنين بقى بدأت أن أنا أعمل لصحابي أعمل لقرايبي جميل أتضرب على حد من عيلتي أعمل لنفسي أعمل لمامتي بعد كده بقى الناس بقيت تشوف مثلاً لو عملت لحد من قرايبي في الأفراح والكلام ده يشرحوا أوه أنت عاملة فين؟ مين اللي عامل لك؟ فبدأت تعرف يعني العيلة كانت الدعم الأول يفي وأول تبرد أوه هو عيلتي دعم ليا جداً ربينا يخليه بعد كده بقى لما بقوا يسألوا مين اللي عاملوا كده فكانوا بيقولوا علي فجبت بقى الماتيريال وبابا سعيدني جداً في أن أنا جيب الماتيريال جبت الماتيريال كلها قراجنا الحمد لله وبدأت بقى الخطوة دي وبعد سنتين خدت كورس كنت أنا طبعاً متمكنة في كل حاجة بس الكورس برضو كان خليني بروفاشنال لكتر اللي هو تمكنت بالتجربة بالإيد يعني العملي أوه بعد كده بقى بقيت بروفاشنال الحمد لله رفو عليك بقيت بقى بعمل كل حاجة رسومات عنتي قيلة سيمبل أيوة أنا لقيت عندك حاجة قيلة قوي قوي حاجة خفيفة قوي قوي درجة أن أنا قلت لك يعني ممكن اللي يشوف دي ودي ما يقولش إن دي اللي عملت دي فديش أتعرف رفو عليك ربنا نخليك طيب كنت أنت في الأول عارفة يعني إيه تختاري الماتيريال اللي تحطي بيها ميكب لنفسك أو لقريبك أو تبدأي بيها مشارك في الأول لا في الأول أنا برضو مكنتش فاهمة أوي يعني إيه أصلاً ميكب كنت اللي هو عائلة يعتبر صغيرة بس أبحب بحط ميكب أي أن كان باكت حاجة ماما يعني حاجات كده على الأد بعد كده لما بدأت أعرف يعني إيه ماتيريال واتفرج على اليوتيوب اليوتيوب أكتر حاجة علمتني أعتبر بدأت بقى أن أنا جيب الماتيريال وأعرف إيه اللي يناسب البشرة وأعرف إيه اللي يدري الحبوب وإيه اللي مفروض مناسب للشكل اللي قدامي أي إن كان عروسة أو فهمها أيوة اللي يناسبها هو أبدأ بقى أن أنا أتدرج عليه وأتعلم منه مرافو عليكي طيب ما كنتيش خايفة شوية وانت داخل المجال دي وفي ناس في المجال دا يعني ماشاء الله مالكة وأسماء كبيرة ما كنتيش خايفة وقتها؟ لا عادي دخلتي أنا قلت أنا هتكل عربنا وأنا كان عندي ثقة في نفسي أن أنا هبقى حاجة ماشاء الله عليك وطول ما أنا بتضرب واحدة واحدة يعني أنا لو جبت سور زمان بدلوقتي فيه فرق كبير جدا الحمد لله وعديت بحاجاتي يعني مش أي حد يعدي بيها بسهولة في الخمس سنين في الخمس سنين طورت من نفسي بحاجات كتير قوي مش حاجة قليلة جميل قوي أوه الحمد لله طيب ممكن طبيعي يعني وارد أن يحصل معيك أني واحدة تدخل تجيب لك سورة ميكب من عندي يلا أنا عايزة زي دا يا دولة بيجي بقى قدامي كده بيبقى عندنا حلين أن أنا بعرفها المناسب لبشرتها ورسمة العيون اللي تلقي معيها ممكن تكون هي جايبالي صورة ما تلقيش على بشرتها ولا تلقي عليها فبفهمها فممكن ما تكتنعش فحاول أفهمها تاني دي بتبقى متعبة شوية إن أنا أحاول أفهم إذا كان دي هتليع عليها ولا لأ لو اكتنعت تمام بننفي زي ما إحنا ما اكتنعتش بعمل لها اللي عايزة بس برضو بحاجات تركيب كده أو يعني أخلي بالي إن أنا برضو أطلعها على قد ما تقدر نفس الصورة بس عليها أحلى برافو عليك يعني أنتي بت يعني عشان ما يخنيش التعبير يعني أن أنتي يعني بتمشي معاهم شوية في الكلام بس برضو بتنبذي اللي يليق على وشهم